حاجة ثانية غير الاستوكاسي جريد ديسنت الديتا بري بروسسنج في عندنا شوفلنج شوفلنج للديتا يعني بعيد لاخباطة الديتا عيد لاخباطة الديتا ليه؟ اللاخباطة اللي انا عايزه هو زي ما تعمل في الاستوكاسي جريد ديسنت ان تختار باتشات معينة فهو يقولك دلوقتي حاول قدر الامكان تاخد السامبلز اللي فيها information content عالية عشان السيستم يتعلم احسن يعني بتاخدش سامبلز كلها شبه بعضيها قوي مش هتعلم قوي السيستم فكل ما يكون عندك حرية الاختيار تعمل شوفلنج وتختار السامبلز اللي فيها information content عالي بترقيل تعجبك يعني بتعرف تحسب information content بأي تكنيك تاني بالديتا هم حاجة وانت بتختار السامبلز بتاعتك اختارها maximum information content عشان السيستم يتعلم احسن نقل مسائل الصعبة بمعنى الأصحة عشان السيستم يتعلم عليها عشان السيستم يتعلم عليها حاجة تانية لو انت كنت مختار سامبلت شبه بعضها هتلاقي الgradient اللي عندك small بقاش فيه gradient قوي انت كل ما الgradient كبر كل ما انت بتجري أسرع في training لكن طول ما الgradient صغير هتلاقي انت سامبلت شبه بعضها فجرين تبقى قليل هتلاقي انت عامل slower learning فالسيستم يتعلم بسرعة او لكن اما تاخد له hard examples حاجات صعبة هيبتد زعتها يقدر يجري أكتر بكتير في training بتاعه يبقى أسرع في training نفسه من عدد السامبلز هي هي بس في سامبلز بحركك بسرعة تخليك تجري في سامبلز بتلاقيك انت ما بتستفيدش جديد بك زي اللي عادي في شركة 3 سنين بيعمل نفس الشغل كل يوم او قعد 3 سنين صحيح زي زميله بس هو ما بيتحركش كتير لقدام وبيشوفش حاجة جديدة بينما اللي بياخد حاجة جديدة بيزوء لقدام كديرا بس طبعا تاخد بالك ما تقولش بقى ادور على hard samples تروح بلاقي ال outliers اللي في ال data وتقول هي دي وانت بتعلم السيستم على ال outliers يعني ال data الشواز اللي فيها اخطاق في ال data بتاعتك عشان بعيد عنهم فلا يعني تاخد بالك برضو قدر امكان لو تعرف شير ال outliers بأي تكنيك تشيلها وعين تبتداخد المسائل الصعبة تتخلى على السيست بس ما تكونش outlier يعني فده بيفرق كدير في نتائج الموديل بتاعك ما انه نفس الموديل لكن لو انت قدرت تعمل shuffling وتختار ال data كويس وانت بتشتغل في SGD SGD بتدي نتائج معاك احسن كتير حاجة تانية في ال data pre processing ال data اللي دخلها يفضل بشدة تعمل لها normalization يعني ايه normalization يعني تخيل ال data اللي عندك كانت الرنجاب بتاعتها عني الفكتور بتاعه اللي انت بتدخله انا بدخل خمس ارقام او اربع ارقام هون ده ال input الارقام اللي هنا بتتغير من 0 الى 5 الارقام اللي هنا بتتغير بالسنتيمتر مثلا من 100 الى 500 واقص على ذلك في الاخر الارقام اللي كلها بتخش تضرف ويتس وتتجمع فالارقام الكبيرة غصبا عني هتدومينيت هتدي ارقام اكبر وتتجمع اعلى وهتتأثر اكتر ساعتها اما الخمسة دي تضرف اثنين تبقى عشرة ما فرقتش كتير ان كأن المية بقت 110 وبالتالي مش هيحس بالتغيرات الصغيرة لك هتعاوزين ناخد الارقام دي كلها اللي عندنا بتعملها نرماليز فيه طرق كتير نقلك طريقة منهم بحيث يقول في الاخر كلهم كأن الويت بتاعهم واحد مش واحد منهم يقول اصلا يا خريك تجارة انا جايب 19 من 20 طب التاني جايب مش عارف مثلا 97 من 100 اه لا يبقى انا احسن منك ده ناقص درجة واحدة بس الدرجة دي من 20 بينما ناقص ثلاث درجات من 100 فدي قصة نرماليزيشن فلازم تتأكد من data نرماليزيشن فالنرماليزيشن مهم قوي غير ما ينرماليز على الميو والسجما بتاعت الديتا بتتحسس بطريقة سهلة اكس ناقص ميو على سجما ده الفاريانس بتاع الديتا او ثلاث ديفيشن بتاعها مين بتاع كل فيكتور على حدة بتقدر تنرماليز الديتا بتاعتك قبل ما تدخلها على نيورال ناتور دي دي نتائج احسن بكتير منك تسيب النيورال تتعلم والديتا فيه على قم صغيرة وكبيرة فده المقصود بالنرماليزيشن حاجة كمان الديتا بريبروسيسنج انت ممكن تعمل في الديتا بروسيسنج ممكن تعمل تكتر الديتا اللي عندك اكترها ازاي افرج الموديل بتاعي ديتا كتيرة على سبيل المسال في الامج سهلة جدا هذه الصورة الاصلية عندك صورة واحدة قادر عاملها في لب كيستل نفس الدفضعة تقدر تعملها كروب كروب يعني قص حتة منها هنا طيارت حتة من رجلها اللي كانت موجودة هنا طاير حتة من هنا وطفر بقى بالطاير ايه؟ في الاخر بتعمل ايه؟ مختلفة ممكن تلعب في الكنتراست زي ما نشايف هنا ممكن تلعب في الكنتراست ممكن تلعب في التشبع اللوني بتاع درجاته اللون فتقدر تجنرات لو عندك مثلا الف سامبل ترجنت مثلا عشر تلاف سامبل يوم السيستم يشوف وفيها معلومات مختلفة يعني بالنسبة له الماتريكس اللي بتفكي فيها الصورة دي والماتريكس بها الصورة دي اتنين الماتريكس مختلفين خالص عن بعض فالسيستم بيتعلم بجد العلقام اللي موجودة بتاع الالوان اللي هنا وبتاع الالوان اللي هنا بعد ما رأيت في الكنتراست تغيرت فما ده مقصود بها انك تعمل ايه Data Augmentation طبعا Data Augmentation تبقى حريص ما تغلطش يعني ما تجيش مثلا على صور بتاعت في حاجة طبية يكون بس هي مقطة صغيرة تبين فيه cancer هيبدأ هنا انت ترى عمل augmentation تكترها مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ده تقصب بواسط ال data فاللي بيعمل data augmentation حريص ان هو ايه ما يلخبطش المعلومة القصيرة في ال data بيعرف هيعمل augmentation فين ويحافظ على ايه في ال data بش يباوزها وقوله عملت augmentation وخلاص اشتركوا في القناة